فتحات الطريق قطعة الكهرباء انطفأت المولدات محطات اقفلت لا تسليم للمزوت والغاز هي حال البلد اليوم التي ارتفع منسوب انينها تحت وطأة اشتداد الازمات فمنذ الصباح الباكر بدأت سلسلة قطع الطرقات في مناطق مختلفة من لبنان حيث نزل العديد من الشبان الى الطرقات بهدف اغلاقها احتجاجا على الوضع عبر الاطارات المشتعلة والحجارة ومستوعبات النفايات ومن الطرقات التي تم قطعها في بيروت الكفاءات الحدث قصقص كورنيش المزرعة الكارنتينا والجناح بالاضافة الى الدورة جوني ظهر البيدر فلوغة طريق عام ترابلوس البالمة بارلياس وتعلبايا جنوبا تم قطع الطرقات النعمة الجي السعديات صيدة والنبطية وقد عمد الجيش على فتح الطرقات وتنظيم طوابير الزحمة في محطات المحروقات هذه الطرقات تم قطعها واعادة فتحها لهذا اليوم والحبل على الجرار ازمة المحروقات التي احتج عليها الناس وقطع الطرقات ليصل صوتهم للمعنيين شملت المولدات التي لا طالما اعتمد عليها اللبناني لتحول مكان مؤسسات كهرباء لبنان لكنها بعد صمود طويل تعثرت ايضا الازمة لم تقف عند هذا الحد لتزيد من المخاطر وتطال المستشفيات التي قررت ايقاف اجهزة التكييف الا في الاقسام الطبية رغم موجة الحر الدكتور فراسل الابيض وصف الامر بقوله نحن في جهنم حقا واحتجاجا على الاوضاع المعيشية وعدم حصولهم على التقديمات نفذ عمال بلدية ترابلوس اضرابا مفتوحا عن العمل وعمدوا الى قطع الطريق عند شارع عزمي وشارك عمال بلدية نقيب السواقين شادي السيد الذي تضامن مع عمال بلدية واعدا ايصال صوتهم وسط هذه الازمة التي تمر بها البلاد حيث وصل راتب العامل اليومي ما يقارب الدولار الواحد وقد افترش العمال الارض رافعين الصوت مطالبين بابسط حقوقهم فهل من مجيب؟ اشتركوا في القناة